الخبرات والتي أعدنا عن ياسو ياحبايب وحبيبها الجديد هذا هو شخص ياحبايب وحبيب ياسو الجديد فهذا الشخص يطلع صور على حسابها بالانستغرام بين هذا الصور كانت صورات ياسو كل المال يقولون ما حاتف ياسو يتغ Is Sub In New هم اسمي ياسو فهي اعترف هذا حساب ياسو الثاني لا Wasn't it % كان يزيل صوريا بعض وهو يطلعون لي بعض ولكن بدون ما يكشفون هذا الشيء للناس فكترون يا حبايب بالكومنتاج شو رايكم هل تحبون يا سوي هذا الشخص أم يا ريدر أكثر ننتقل حاليا اليوتيوبر يريدون أن نسونا عملية تجميل مع الأنف يا حبايب أول شيء أصال للمالح اللي نزلت هذا الستوري كانت تحطه بمخطط الأنفة تقول هذه العملية اللي هي تريد سويها الأنفة إنه راح يكون أنفة رهيب بالشكل بالنسبة قمرطي يا حبايب في البلث المباشر صارت تقول إنه هي تريد سوي عملية أنفة لإنه معلومة أنفة شوية بأغلاط حسب ما قالت فهي تريد صلحها عليكم راح أطيكم إياه يا حبايب شوفوا النوع اللي ما أحب أكهوها يا عالم نقول إنه مثلا إحنا قابلين بهذا الشيء أو نحب هذا الشيء وأنا روحي نسوي لتجميل أنا صريحة أنا بس يصير عمي 17 سنة أو 18 و أعطيكم 17 سنة ثوي خشمي لأنه أنا صراحة ما أحب خشمي كلش يعني هو خشمي لا يقلون شي بس أني ما أحب اوكي فشوية عندي مو أبين بس شوية شوية عندي كثير من العلمان فهي ممكن أسوي بصغير الشيء لا واحد كنت تبقى صوت أكصوت لا ما أكصوت أكصوت اوكي أعتقد أكصوت فبس يعني مرح أقول لكم آه هني أحب خشمي و ما رح أسوي لأ حسوي آرنامي أسوي بس بشكل عام كوجهي يعني غير الشيء ما أعتقد أسوي شيء ما أحس نفسي أحتاج يعني فى يب اوه اوه شفت باجر بعد اعملت عملية تجميل لا ننتقل حاليا القمر طيحة بايب و البلث المباشر اللي كشفت بيه ويا حقيق بنتبقى أول شي كشفت إذا كم مشكلة بينه وبين لانا واحمل كومنتات شان كاتبه لأكم مشكلة بينه وبين لانا هي قالت لا ولكن ما قررت السؤال ولكن ما شافين بالسهم إنه واحد سائلها أكو مشكلة بينه بين لانا أو لا بيضافة يا حبايب إنه صارت تقول إن إن شاء الله بعد سنتين هي رح تدخل عالم التمثيل أحطكم اللقطة بعد سنتين حطت السؤال بسولي إذا نحط له لا ليو السؤال قمر شين تحبين صليم بعد سنتين دست عليها بس ما عرف إذا نحط إنيوي ورا سنتين أشوف نفسي إن شاء الله بمجال التمثيل يعني إن شاء الله ننتقل حاليا لأمر أبر ربي يا حبايب والستوريات اللي قاعد يستهزئ بيها بأنس الشايب مثل ما تعرفوننا عساس أنس شايب يريد يتحدى أي شخص بالملاكمة فبعد ما تحدى عمر أبر ربي يا حبايب أنس تختفى من السوشيال ميديا بالكامل فعمر رزى شوية ستوريات من داخل دبي إنه عملية البحث عن أنس إنه بقى ثالث ساعة هو رح يسافر من دبي وأنس أصلا مبين بالسوشيال ميديا كلها صراحة شكوش يضحك وطبعا هو قاعد يسوي تاقات البيسان يقولها إنه طلعي أنس أو وين أنس بالضبط فاكتبوا بالكومنتات شاركوا بحركة أنس شايب واختفاءة وخوفة من عمر ننتقل يا حبايب الأمراض اليوتيوبر أول شيء اللي هو ابن أحمد حسن وزينة بيا حبايب فزينة بنزلت هذا السوري تدعي لابنها أنا ولا شفي يا رب فالله شفي يا رب إن شاء الله ما بيه الأخير وعافية وإن شاء الله الله يسلم يا رب بالضافة النور ماري يا حبايب همين نزلها هذا السوري يقول إنه الرجلة أصابت بها رض فإن شاء الله ما بيه الأخير وعافية وسلامتها إن شاء الله وعلى سيرة النور ماري يا حبايب فنزل هذا السوري الدعلي من خلال لأنه إن شاء الله اليوم رح نعرف من هو اليوتيوبر اللي رح يطلع وياه بالحلقة الجاية فاكتبوا بالكومنتات من توقعون اليوتيوبر لحي يسوي حلقه وياه باتر وقامة حمسين له ننتقل يا حبايب حالي الناريني بيوتيوب وإعلانها إنه رح تنزل مقطع على قناتها باليوتيوب بخصوص عيد ميلاده يا حبايب اللي صار منك قبل كم يوم فاكتبوا بالكومنتات جايمة حمسين لهذا المقطع ننتقل حاليا قمر طاية حبايب ووصول حسابها للإنستجرام لثلاث مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك أقبال عشر مليون يا ربطة للسنة يا حبايب نتبركوا له بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي بإضافة قمر طاية حبايب تطلع عليها شوية إشياءات ويهي نور مار بعد منتشرت هذه الصورة حصلت لايكات بشكل مطبيعي إنهم مراجعين لبعض وعساسية حضنتها ولكن هذه الصورة في فوتوشوب يا حبايب مو أكثر مو حقيقية ووصول يا حبايب نصة المقطع فترخوا بالليكاتش أنكم فيهزة مقادمة القصص أحبكم وبس مع السلامة